الأخت حياة عندها ثلاثة أسئلة السؤال الأول قالت ما حكم الجمع بين الصلاتين في السفر؟ جائز الجمع بين الصلاتين في السفر يجوز طبعا بتفاصيل هناك الجمع الصوري وهناك الجمع الحقيقي وهو في مشتركتين وقت أن تقدم العصر مع الظهر هذا جمع التقديم أو تؤخر الظهر مع العصر جمع التأخير وتقدم العشاء مع المغرب جمع التقديم وتؤخر المغرب مع العشاء جمع التقديم ولعل السؤال الثاني لها هو تطبيق لجواب السؤال الأول فهي الآن قالتني مثلا كمثال بتطلع الساعة 12 ظهرا قبل الظهر من مدينة الخمس إلى مدينة بنغازي قالتني كيف نصلي الآن؟ ماشي برا طبعا الآن الساعة 12 لم يؤذن للظهر في بلادنا ما فيش ظهر وبالتالي هي الآن الأخت هذه مثلا أو غيرها كل حد مسافر سفر طويل مثل الذي ذكر فهذه تطلع هي بالخيار طلعت الآن من الخمس ساعة 12 فتستطيع أن تجمع الظهر العصر مع الظهر جمع التقديم في الطريق مثلا نقوله الساعة 12 وصلوا مثلا وصلوا الساعة 2 ونص مثلا في شرقي مدينة مصرات مثلا فنقولها الآن بإمكانك أن تصلي العصر مع الظهر جمع التقديم الظهر ركعتين والعصر ركعتين هذا في حالة أنكم أنتم معاش واقفين لين توصلوا لبنغازي تقولوا إحنا معاش واقفين خلاص الآن تجمع العصر مع الظهر جمع التقديم ما فيش أي إشكال ولا شيء عليكم إلى ما بعد صلاة المغرب لين يجي وقت صلاة المغرب هذا اسمه جمع التقديم ويجوز جمع تأخير مثلا طلعوا الساعة 12 قالوا إحنا لا إحنا ما ناش واقفين مثلا لين نوقفوا في جدابيا والله في زويتين والله في كذا نقول لك خلاص تقدر تجمع جمع التأخير إيش معنى جمع التأخير أن تؤخر الظهر وتصليها مع العصر في وقتها لاختيار بعد دخول وقت العصر كلاهما جائز والخيار لك طبعا هذا يكون في السفر الطويل الذي يعني صاحبه لا ينهي سفره إلى أن يدخل وقت الصلاة التانية هل ينفع عادا ديره في السفر القصير للأسف الآن الناس يديروا فيه على المذهب المالكي ما يمشيش ما بين مثلا ما بين طرابلس ومسلاتة طرابلس والخمس طرابلس وغريان يقول كالي نجمع والله يتش الجمع لي بتجمع أنا أستغرب من مثل هذا هنا فيه القصر فعلا لكن لا يكون فيه الجمع لأن المسافة ما بين طرابلس مثلا والخمس والله ترابس وغريان والله كذا يعني كله في حدود المئة كيلو متر فهذه تنهيها تنهي المسافة قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى ولهذا الفقهاء القدامى قالوا يجوز الجمع إذا جد به السير وطبعا كان في مسافة طويلة وبالتالي خلينا كم نواسلت الأخت حياة ونخرج إلى فاصل فيعني إذن الطريقة يا أخت حياة في اللي ذكرتها أنت الساعة 12 ما ينفعش تصلي قبل دخول الوقت رأوا بعض الناس يديروا فهاء يصلي العصر مع الظهر قبل دخول وقت الظهر وهذا لا يجوز فجمع التقديم أن تصلى الثانية بعد دخول وقت الأولى وجمع التأخير أن تصلى الأولى مع الثانية بعد دخول وقت الثانية موسيقى